موسيقى أهلا بكم بين ريتا وعودة جثمان أمين بكري صفحات ليطويها التشييع فالمخترب المغدور ترك لغز استهدافه لتبحث عنه السلطات اللبنانية في أوراق الموساد أما ضحايا اسطنبول فهم شهداء على حقيقة لا تريد تركيا اكتشافها وتستقبل يوميا انفجارات من صنع أبنائها في الإرهاب وآخرهم انتحاري إزمير اليوم وعلى الأمن والإرهاب بفرعيه المقترب والمقيم انعقد المجلس الأعلى للدفاع للمرة الأولى برئاسة الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة الذي استقبل أيضا أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش وملف الأسرة أحيط بعناية خاصة مع الإعلان عن وسيط يحمل الرقم 13 وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ذوي العسكريين في خيمتهم بوصفه حاملا وكالة عن ملفهم غير قابلة للعزل والعزل بالعزل يذكر إذ فتحت ترحية المدير العام لأجيرو السابق عبد المنعم يوسف باب الإنترنت من أوسع أبوابه وقدمت خدمة للجيل السياسي والقضائي لمتابعة هذا الملف المتجمد منذ عشرة أشهر وإذا كانت محطة المر قد أعلنت صمتها والتزامها القضاء فذلك سيدفعها إلى التزام أحكامه القائلة بأن عليها متوجبات للدولة بلغت 90 مليار ليرة هي حصيلة سرقات التخابر غير الشرعي والقضاء أيضا يقول إن هناك شبكة إنترنت غير شرعية في الزعرور بموشب مصدر عن قاد التحقيق رياض أبو غيدا والقضاء عينه واجب عليه أن يأخذ بما نشرته صحيفة الأخبار اليوم عن شركاء خارجيين وقعوا عقودا مع الدولة ثم استرخصوا شركة المر فلجأوا إليها فللحل نقول إذا أردت عدم الرد من اليوم فصاعدا اتبع قاعدة عيد الأموال وصمتي وفي الصمت الانتخابي بدأ أن البلاد تتهيأ لتخريجة التأجيل التقني المؤدي في آخر النفق إلى التمديد الثالث وعوارض هذه الحالة تتبدى في مواقف الرئيس نبيه بري الآخذ بالنواب من النقاش إلى اللجان إلى السبعة عشر قانونا مرورا بإشهار سيف منع التمديد وضرب الستين وغيرها من التعبير المعاطلة للانتخابات لكن إذا كانت عملية انتخاب الرئيس التي انقسم عليها سياسي البلد قد جرت أخيرا تحت صقف المجلس فلماذا نصل إلى قانون الانتخاب ونعلن العجزة عن إقرار صيغته دعوا الدستور حكما بينكم وهاتوا بالقوانين السبعة عشر واختاروا منها ما يتوافق والنسبية مع المحافظات الوالدة في الدستور ثم أزيحوا عنكم بقية المشاريع الهالكة غير القابلة للتطبيق أما جميع ما نسمعه من أعذار فهو لزوم التمهيد للتمديد